السلام عليكم تصور أن منقار هذا الطير حل مشكلة في أسرع قطار بالعالم هذه ليست من العبارات المجازية بل حقيقة سأعرض لك تفصيلا عنها فهذا الطير الذي لا يتجاوز حجمه قبضة يدك لديه قدرات مدهشة يتفوق بها على الصقور والجوارح وبالتأكيد مهاراته لا يملكها البشر واحدة منها قد تجعل بعضنا يعيد تفكيره تجاه المشاكل والهموم حول الرزق وينظر بتفائل يتطلع ويتعلق بما عند الله عز وجل وما وهبه سبحانه كتب للبشر والمخلوقات سأتيك بالمعلومات تدعمها مشاهد مثيرة وسأختم بضرائف حدثت خلال عدة رحلات لغرب التصوير في أماكن بالسعودية استهدفت فيها توثيق أنواع من طيور الرفراف التي يتناولها هذا الفيلم القصير ولكي تستمتع بالمشاهد وتعرف حقيقة غرائب وعجائب هذه الطيور الجميلة أقدم لك أولاً ملخصاً عنها من بين الفئات والفصائل يوجد ما يسمى طيور الرفراف هي عشرات الأنواع في العالم من بينها خمسة أنواع توجد في السعودية معظمها تأتي إلينا مهاجرة ما بين عابرة وزعرة شتوية وإن كانت قليلة المشاهدة حيث لا توجد إلا في أماكن محدودة وليست في كل المناطق وأبرز أنواع الرفراف في المملكة ثلاثة هي الرفراف الشائع والرفراف الأبقع والرفراف أبيض الصدر ونوعان آخران يوجدان بشكل نادر هما الرفراف رمادي الرأس والرفراف المطوق ويطلق على طيور الرفراف اسم صائدات الأسماك وأحياناً اسم القرليات والمفرد القرلي وهذه كلمة تجدها في معاجم العربية في وصف القرلي طائر صغير الحجم حد البصر سريع الاختطاف شديد الحذر وهو ملاعب ظله وخاطف أو خطاف ظله من الأسماء الدارجة عند بعض هوات الصيد تطلق على الواحد من الرفراف في خلق الرفراف حقائق مدهشة سأتيك بها مصورة منها طريقته في الحصول على غذائه وهي مربط الفرس في حل مشكلة حدثت بعد أن صنعت اليابان أسرع قطار في العالم إذ أكثر ما يألف الرفراف المستنقعات وأماكن المياه العذبة يبحث فيها عن الأسماك الصغيرة التي تشكل أكله الرئيس يترصدها من أعلى سواء كان يطير أو واقعاً على أصن أو مرتفع ثم يهوي بسرعة تصل إلى 40 كم في الساعة ويخترق الماء وبعد الغوص لحظات يخرج وفي منقاره سمكة أحد مهندسية القطارات وشبكاتها في اليابان هو أيضاً يهوى مراقبة الطيور لاحظ أن الرفراف حينما يخترق سطح الماء ليصيد السمك يكون رشق الماء أقل من المتوقع وكانت قد نشأت مشكلة بعد تصنيع ما سمي قطار الطلقة فلأن سرعته 300 كم في الساعة أو أكثر يحدث حينما يخترق الأنفاق ويخرج منها أن يصدر بفعل دفعها الهواء أصوات دوي مزعج هذا المهندس توصل بعد دراسة شكل وهيئة منقار الرفراف إلى أنه يعطيه انسيابية في اختراق الجسم للماء ويمنع أن يتضرر الطير من قوة ارتطامه بالماء لو كان المنقار بشكل آخر وفيما بعد أعيد تصميم مقدمة القطار لتحاكي شكل منقار الرفراف وأدى ذلك إلى التغلب النسبي على مشكلة الدوي الذي كان يحدث من التصميم السابق من بين المدهشات التي تقودنا إلى التأمل في عظمة الخلق أن أحدنا قد يسأل إذا كنا نرى الأشياء من أعلى حتى لو كان الماء صافيا فأننا لا نستطيع بسبب الإنعكاسات أو وهج الشمس ولا نقدر على التحديد الدقيق لمكان سمكة صغيرة وهي تحت سطح الماء فكيف لهذا الرفراف أن يحدد بدقة مكان سمكة إلى درجة أن يصيدها بمنقاره من تحت سطح الماء فوق قوة إبصار الطيور بشكل عام التي تتجاوز مقدار إبصار الإنسان بما يقارب ثمانية ضعاف فالدراسات العلمية تجيب وتكشف أن آلية إبصار الرفراف معقدة خلاصتها بتبسيط العبارات أن الله وهبه رؤية مزدوجة التركيز فيما بين رؤية الأشياء من حوله وبين رؤية الأشياء تحت سطح الماء بما فيها صغار السمك ليس هذا فقط فقد وهبه الله أيضا وجود مادة زيتية في العين كأنها نظارات تصف الوهج وتصحح الانعكاسات على سطح الماء وتحمي عينه حينما يخترق الماء سريعا فتبارك الخالق عز وجل الذي قال في القرآن الكريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلال مبين وربما تذهب معي متأملا هذا الطير الصغير ويقتات من تحت سطح الماء مستحضرنا الآية وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين فإذا كان هذا الطير الصغير الذي قد نتصوره كومتريش ضعيفة يجد غذاءه أو رزقه في قاع الماء بأمر الله فالأولى إذا استبدت بين الظروف السيئة وضيق ذات اليد أن يستقر اليقين بأن الله يرزق ويعطي ويهب ويرحم عبده الضعيف المتوكل عليه الذي لا يلجأ إلا إليه هناك حقائق أخرى مثيرة في طيور الرفراف محفزة إلى التأمل والتدبر في عظمة خلقه عز وجل سآتي ببعضها ضمن مع طرائف التصوير بعد قليل وعلى قلة طيور الرفراف فهي أحد مجموعات الطيور التي يمكن وصفها بأنها حراس الجودة في الحياة البرية كونها تتغذى أيضا عن الحشرات وكلما تزايدت الطيور في مكان ما بالحدود المتوازنة فهذا من المؤشرات الهامة التي تدل على سلامة بيئة المكان وفوق هذا هي أحد أهم الأدوات الطبيعية المساعدة وبالمجان في السيطرة على كثرة الحشرات فلأنها تتغذى عليها فهي تساهم في ألا تطغى بالقدر الذي تتحول معه إلى أفاة تضرنا فسبحان الخالق الذي قال وكل شيء عنده بمقدار أما الطرائف أشير إلى أن من عدواتي كاميرات بعدسات بعيدة المدى لكن إذا رفعت حساسية استقبال الصوت يمكن التقاطه من بعيد وأحتفظ بتسجيلات لأصوات الطيور أشغلها أحيانا في الميدان حتى يستجيب الطير المطلوب ويغرده وأعرفه أنه في المكان ثم أبحث عنه ولكون هذا النوع من الرفراف له تغريد مميز استدرجته بتشغيل تسجيل لصوته حتى يستجيب وأصوره مغرداً ولم يستجب إلا بعد عدة محاولات هكذا الطرفة الثانية للأبقع مميز بالتحليق ثابتاً كطيران الهليكوبتر ولاحظ ثبات الرأس سبحان الله ثم يحدد هدفه ويهوي بسرعة إلى الماء ويغوص ويصيد سمكة ثم يذهب إلى غصن أو مرتفع ليدير السمكة بمنقارة حتى يبلعها بداية من الرأس وليس الذيل حتى لا تتسبب أشواك الزعانف المائلة للخلف في جرح حلقه هذا انقض وطار إلى اليابسة ليدير السمكة لكن سقطت منه فكانت ردت فعله في المشهد طريفة هكذا الطرفة الثالثة في أفضل مكان صورت فيها الأبقع وأبيض الصدر يوجد عمود مائل على مستنقع ويبدو أنه مثالي لأن يقعان عليه ويبقيان يراقبان الماء تكررت نزعة احتلال العمود والقوي يطرد الضعيف والملاحظ أن طيور الرفراف تفضل أن تتغذى منفردة الطرفة الرابعة لا يتبين جمال خلق وألوان هذا النوع إلا مع فرد الريش وكنت أريد تصويره صوراً فوتوغرافية فارد الريشة لكنه سريع جداً في الحركة والانقضاض الذي يحدث فجأة ولا يمكنني أن أحدد مكان الانقضاض بدقة حتى أهيئ إعدادات الكاميرا بحسب سطوع الشمس ولم أستطع الحصول إلا على بعض الصور المطلوبة منها هذه الصور وتشاهد هنا واحدة من خصائص طيور الرفراف أن سيقانها قصيرة جداً بينما المنقار عريض وطويل نسبياً وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ترجمة نانسي قنقر